نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتدولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى امتلاك مصر نظاماً قوياً من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبياء أو أمراض قد تتصرب داخل البلد